اهلا بيكو في الحلقة جديدة ومعروف كابتن اوكا ولسه مكملين والنهاردة معانا اول التمارين العملي في عضلات الرجل وهو يعتبر اشهر تمارين واكتر تمارين معروف لتمارين الرجل وهو تمارين للسكوات هنتكلم عليه الجميع عشكاله وازاي العب للمبتدئين او للمحترفين يلا بنا نبدأ نهاردة معانا زي ما اتفعنا اول الحلقات لتمارين الرجل واشهرها وهو الشكوات سنتكلم نهاردة عن كل اشكاله ولكن قبل ان نقول الاشكال وانواع بتاعتها الـ 11 والـ 7 والـ 8 سنقول الأول الذي يشغل عضلات ايه في الرجل الشكوات من التمارين الـ compound يشغل مجامية عضلية يعني ليس عضلة واحدة اول العضلات او العضلات الاساسية التي تشتغل معي فيها هي الاعضلات الربعية الامامية العضلات التي تستعمل بعدها تساعدها في التمرين عضلات الجلوتس التي هي الماتسومس والميديس بنسبة بسيطة وهي عضلات الإليا ثاني عضلات تشتغل معها عضلات الخلفية أو الهامستريند أو العضلات الخلفية السلسية بعدها بيدي حياتي اسمها عضلات مسبتة وهي القلب أو عضلات السمانة يعني كل عضلات عضلات الأدكتور تشتغل معها برضو بنسبة بسيطة عضلات الضمة طب بقى إيه ده تتمرينكم بقى وانت بيشغل كل عضلات الرجل طبعاً العضلات الأساسية للسكوات أو أول عضلات تشيل الحمل الكبير أو 70% من التمرين وهي العضلات الربعية الأمامية وتتكون معنا من أربع عضلات كما قلنا أول حيارة وأكبر واحدة فيهم هي الريفتشفيمرس بعدها عندي أحد يسمعها الفاستس انترميديوس بعدها عندي أحد يسمعها الفاستس ميدياليس وفاستس لاتراليس الداخلية والخاررية طبعاً معلش أنا لا أعرف الترنامية بالعربي لكن سنختصر بسرعة دلوقتي خلاص قلنا العضلات بتاعتها وقلنا إيه وأشهرهم ويشغل حالات تثير عشان ما نطولش نبدأ معنا على طول بأول التمرين وهنشتغل من السهل وهنبتدي نصعب 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 هنبتدي بواحد بالجنر ما بيعرفش يلعب سكوات هيلعب إزاي يلا بينا هنبدأ معنا بأول شكل وهو السويس بول فريسكوات بلعبه دايماً بيبقى عن طريق كورة عشان لسه ما بعرفش أنزل وطلع أو لعب السكوات طبعاً احنا قلنا في حرس ما 11 و7 مش عارف ايه وهنشوف ايه تمانية دايماً صحة ولا غلط طبعاً ده واحد لسه مش عارف فيه لعب السكوات العادي فما فيش حرس ما أشتغل الرجل الرجل بتبقى بشكل 11 وهي الشكل الجنرال بتاعنا الرجلية الاتنين بتسع كدفي بصين لقدام زي ما أنا هون ده الاتنين جنبي هبتدي هنزل السكوات لتحت هطلع تاني هنزل السكوات لتحت مخافش خالص ظهر يستندني هطلع تاني شغال عشرة على عشرة نزلت طلعت رجل مش خايف خلاص ما هو بيزوق بضغر هو الحيطة في كورة يعني سبتها باسمي خلاص مش خايفة عشرة على عشرة طبعاً مش هطول عشان الموضوع ده سهل قوي وكتير جداً هيعمل السكيب للفيديو دلوقتي عشان الموضوع ده بقى أهبل دلوقتي هنخش للشكل التاني يلا بينا دينا الشكل التاني معايا وهو الفريسكوات بالباديو ويد خلاص انا بقيت ده ده واتخد الصفقة بتاعته وعرف يلعب بالسوزبول فمن لعبه الفريسكوات يعني بالباديو ويد بوزني جسمي باندي كازا اختيار زي ما انا بس هعمل بكيرفي بعدين هوريك ازاي يا بحط ده الاتنين قدامي اما بثبتها كده بس انا بفضل تبقى ايدي قدامي عشان عاملالي بالانس عشان ما جنزل ما عاملش كده طبيعي طبيعي اي حد يلعب شكوات في الاول يعني نفسه بيرجع او بيقف على كعب رجله ده في الاول عشان عدم التزان وعدم تعود فبيحط يدي اللي اتنين قدام زي ما انا حط ده اللي اتنين قدام رجل الليفين زي ما انا قلت او شكل 11 هبتدي هنزل لتحت هطلع فوق هنزل لتحت هطلع فوق شغية هجيبها ازاي تاني ريبالك بالجنب اهو نزلت طلعت نزلت طلعت ستوب معي كده واثبت وبص علي انا طلعت وعملت ازاي شكل رجبيتي عامل ازاي ازاي شكل رجبيتي صفت الكلام اللي انا اعدي دلوقتي مش عاد اقوله في كل شكل انه انتهام كله سكوات فالكلام ده بينطبع على كل الاشكال اللي هنقولها دلوقتي شكل رجلي او رجبيتي صفت ما ينفعش انا بلعب او معامل كده اعملت ابتداء العضلات خلاص بقت ريلاكسيشن خلاص العضلة فكت لازم احطاها تحت شغيل عشر خمستاشر عشر حسب ترجب بتاعي وحسب انا بلعبها كم عدد النهاردة كما انا هو صفت شغال نزلت طلعت نزلت طلعت نبص معي تقى بقى بص معي وركز على شكل رجلي شكل رجلي تحت مش هلعب بس انت تبص انا عندي دلوقتي شكل الاليفن كما انا واقف او بص علي شكل رجلي دلوقتي على شكل الاليفن او شكل 11 بيبطي يشغل الاربع عضلات اللي احنا اتفقنا عليهم عندي في حدث معها فاصين داخلي وخاريدي حدث معها هنا هو فاستيس ميديالي زي ما اتفقنا وفاستيس لاترياليس كده كده اللي اتنين دول او الاربع عمتا مول فاصين دول بيشتغلوا معي في شكل 11 طب لو حد عايز يبتدي يلوط اكتر على الفاستيس ميدياليس هنا يبتدي زي ما هو بنفس الكلام يقوم مدخل كعب رجله سنة مش ترجله بره وبرده بتساع كتفي وما يلعبوهش واسع بتساع كتفي زي ما انا هو فارق ايديا نزلت بعمل بعمل لود اكتر هنا عن هنا يعني بعمل لود اكتر على الفاستيس ميدياليس عن الفاستيس لاترياليس فحصل بقى اختراع وان حد قالت في زي ما فيه سبعة يبقى في حاجة اسمها ثمانية عشان يجيب اللاترياليس فيوم عامل كده وهو بيعمل كده ده بيكسر ركبه بيكسر ركبه فما فيش حاجة اسمها كده عشان يجيب اللاترياليس خالص فلازم يبقى احداشر يا سبعة خلقنا البوينت ده المهم بقى دلوقتي اللي اقول له ده عشان مش عيده تاني ده في كل الاشكال الاشتوارت كلها بنحاول على قد ما نقدر ان رجبتي او الني بتاعتي او الصبونة بتاعت الرجبة دي متعديش مش ترجلي على قد ما اقدر عشان يبقى الحملة على العضلات وتتير والحملة على المفصل قليل كده فيها المفصل اشتغل معي ادام حصاب فيه ثاني وفيه لود وفيه لازم يشتغل معي بنسبة فكل ما انت تخلي رجبتك متعديش مش ترجلك يبقى اللود على المصل اكتر تلم ده مفوش مكوش محدش ينطرشني معادة الناس الطوال قوي هتلاقي رجبتك بتعدي مش ترجله بس بتبقى بنسبة بسيطة لكن ما ديش واحد لايب يحط رجبتك بتسبق جسمه بتلاتة متر يقول لي ما انا طويل لا انت مرميتش الجلوتس وراء مرميتش الهنش بتاعك وراء لو انت كل ما بترمي من وراء اكتر كل ما بتخلي رجبتك بتعديش اكتر لكن لو عدت عشان انت ترجل طويل قوي ده طبيعي غزبا عنه ده مش بمزاجه طول عظم تتساق عنده طويلة فلازم رجبتك تعده قدام مفهش نقاش اخر حاجة معلش عشان ما يبقاش طولته نبتين نخش في الاشكال الصعبة عشان ما نعدهاش تانية هتبص عليها دولاتي وانا بلعب بداية زي ما انا قلت قدام اهو هنزل تحت هزبت بص علي تحت رجبتي اللي اتنين ما عدتش مش ترجلي ملعبش كده لهاء انهاء 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 كعب رجلي سيب الارض ما ينفعش ألعب كده ما ينفعش أعمل كده لازم رجلي بالكامل على الارض رجبتي ما تعدش مش ترجله هاي مش ترجله قدام ما عدتش فرد راعي لعبت حداشر لعبت سبعة لعبت حداشر لعبت سبعة الكلام ده واحد حداشر اهو شغال موقفتش فوق خلاص مفردتش خالص لعبت سبعة نزلت واطلعت نفس الكلام كده خلصنا الفريش كوات معلش انتوتي طويلت بس خلاص اللي بعد كله بقى القعدة عامة هنطبقها على الكل يبقى خلصنا اول شكلين واسهل شكلين هنبتين نتكلم على الشكل اللي بعده اشهر حاجة وهي زي ما انا هنعبدالوقتي بالبار على طول او البار بالشكوات زي ما اتفقنا في كزا طريقة للبار في حاجة اسمها والبار عن طريق حوامل او كزا حاجة بس احنا عشان اختصر على طول انا بلعب بالشكل ده بابتدي ارفع البار طلعت الفوق حطيت البار على الابر ترابيزيس على عضلات الترابيس محدش يحطها لي على الرقبة هنا كده بيموتش نفسه برا هي على عضلات عضلات اللي شايلها وزي ما انا هون رجل 11 هبتدي هنزل شكوات هطلع تاني هنزل شكوات هطلع تاني هطلع تاني هطلع تاني عشرة على عشرة نسينا نقولها المرة اللي فاتت نقوله ان رادل صحي او رادل مية مية وبدأت اخش على الاشتال الصعبة الشكوات انزل لحد فين عديت الشكل الفروس عديت السويس بول وبدأت تخش وتشيل اوزان بتشيل اوزان ماينفعش تلعب الشكوات نص عدة الشكوات دي ماينفعش انت بتلعب الشكوات دلوقتي عشان عاوز تشيل 3000 كيلو وده مش وزنك ده مش شكوات انت بتسخن عضلاتك يعني يعني انت بتسخن العضلات وتبتدي لسه الفايبر تبتدي تقطع لا تفاية على ايه كده عشان خاطر اصور الفيديو وانا بلعب 3000 كيلو لا بص معي لازم انزل حاجة اسمها تحت التسعين ده اسمه اسكوات مش ديب اسكوات ديب اسكوات ملغي وهو اريك ازاي بل اسكوات اوه هبتدي انزل تده تسعين ضررة تده تحت التسعين ده الماكشمام بتاعي شايفني طلعت ما فردتش نزلت طلعت نزلت عشاء العشاء الديب اسكوات هشيل البر خالص اوه عشان اصلا الديب اسكوات ملغي فمش عاملها بوزني يعني الديب اسكوات ان انا بنزل قعدت خالص ده اسمه ديب اسكوات واطلع به الديب اسكوات ده ملغي ومش بتاعنا ومش بتاع جيم اللي ممكن يعمله رفع اسكار وليه تكنيك وليه اصابات وليه مشاكل كتير وليه بلاوي لكن احنا بتوع الجيم اقصر تستعين وبس الريبيتشن بتاع الرجل كله بنتالي تي خمستاشر تحدى أدنى العشرة والاثناشر دي لناس معينة مش اي حد في الرجل مش اي حد الفايبر ديكتير وبالذات التمرين نقولها دي مش عضرة نحنا قولها كل عضوات الرجلين شغالة امامية وخلفية وقليا وضمة وصمانة اللي مشتغلش في رجل كله اشتغل بس بنيسب بس اقترحي طبعا الامامية بعدين بيتقسموا على البيئة خلصنا الشكل الثاني واشهره نذهب للشكل صعب بعدين نرول البديل الشكل الصعب بعد ده بيبقى البربل فرونت سكوات اللي احنا لعبناه ده كان البربل سكوات عادي اللي بعده حيبقى البربل فرونت سكوات يلا بينا زي ما اتفقنا ان البربل برده بيتشلع عن طريق الحامل او عن طريق الاسمس بس انا اتفقنا لكي تشوفني وفي نفس الوقت تصوير تعرفت الابن كويس زي ما انا ده الباربل فرونت سكوات ده هي الاتنين قدام الحامل محتوط زي ما انا رجل 11 هنزل اطلع تاني هنزل اطلع تاني ممكن انا عابل بطريقة تانية او ممكن بل عابل بطريقة تانية بيبقى البر متحمل على اكتاف الاتنين زي ما انا ده هنزل 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 هطلع انا مش بحب البر على قدية عمتا عشان في ناس وانا منهم ما بحبش الاوزان على عظمه او على جسمه فبيطرنوا يلعب التاني ده بس التاني ده ادفانس كتير وبيحمل على الساعد كتير الريفت ما ينفعش تلوئ دي بكده وشغال لان برمي الكوع قدام قوي وبرمي الوزن على الرسط والرسط مقلوب مصيبة خلي بالت مع الاوزان تقيية لو انت مش قدها او الرسط لسه مش قدها حتى لو رد لي قدها فانت لسه شوية نزبر على الفرونت سكوات من نوع بعدي ما الفرق ما بين الفرونت سكوات والسكوات العادي الفرونت سكوات عشان الوزن قدام فبيقلي الحملة على اللوربات شوية وعلى الخلفيات والهامسترينج شوية ويبقى له كله على عضلات الامامية اكتر ما هي اصلا كثيرة يعني واحد يحامل عليها اكتر ما هي كثيرة يبدأ بيلعب الفرونت سكوات طبعا غير الناس المتخصصة اللي بطلب تلعب العاب لكي خاطر رفعه ونطره لا تقريبك لكن لا تقريبه يقول الصعب و السهل في الوقت انا شخص صغير أو سن صغير وشيء حال على ضهري او انا خايف او اي سبب او انا امعرف او انا احمل على الترابيز ودائما احملها على الرئابة والرئابة بتوجعني سنبدأ بشيء اسمها لكي امسك و العب به شكوات كم العادي هلعب الاول بالضمبل هلعب الناس مسكة بالطريقة طبعا الطريقة سهلة قوي لان امسك الدمبل كل ما هتمسكه سيلمس الارض بسرعة لا تنزل عدة كاملة كما اتفقنا طبعا انا كل الاشكالي فاتت فيها 11 وال7 بس احنا مش هنعيدها تاني احنا عرفنا ايه 11 وال7 فقف زي ما انا واقف اهو و همسل الضمبل بأداية الاتنين هبتدي انزل الضمبل يقرب من الارض خلاص هيلمس الارض هطلع تاني مفردتش هنزل هلمس الارض لا انا هطلع مش هلمس هنزل مش هلمس شغيل عشرة كده يبقى ايه وقلت ان ده فيش بقى مشاكل ولا تقول لي ترابيسي بتوجعني ولا ضاهري ولا اكتفل اتنين ما بعرفش اشيل مفيش حجة الكلام ده كله طب اللي معندوش بقى الكلام ده كله يعمل ايه في حاجة اسمها هاكسكوات مشين او روفيرسي هاكسكوات مشين وهي معايا دلوقتي وهوريها لكم بس قبل ما هنروح لها انعمل كمان تامرين بالفري ويت بس يعني شاز شوية او مش بيجي العضلات او الترتيب اللي احنا عملناه يعني هوا سكوات او ويعمل ايه 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 بس ده سكوات غريب شوية بيشغل عضلات ثانية الاسكوات ده اسمه او روفيرسي الاسمه انا اتبعي بسرعة لكي انا شرح بكاله حلقة عن الضمه واصباته وليسه في حلقة اخرى عن الضمه وتمارين الضمه بس انا لازم اقوله دلوقتي ادام جبت سيرة الاسمه فلازم ادخل التمرين ده في الحلقة ده وهو الضم بالسومه ازاي ازاي من ارتبقى في عندي 11 و7 هوريك ده ازاي الاول وشيليت عشان مش هتفهمني لو انا عكس ازاي من ارتبقى في 11 في التساع كتفي الموضوع هيخرج عن اراضتي خالص هطلع برا خالص برا خالص برا خالص مشت رجليه برا خالص زي ما انا كده احاول اخلي المشتين لبرا خالص ابقى عامل 180 درجة بمشت رجليه برا شغال كده عشرة عشرة هبتدي امسك الدمبل من تحتها زي ما مصرته هقرب من الارض هطلع تاني هطلع تاني شغال ملمس الارض خلصت تسيب الوزن بطلع دمبل سومو سكوات لعضلات الداخلية او عضلات الضمة طب يعمل ضمة بس عندما عملت سكوات يجب ان تعمل معها الامامية والبلوتس والخلفية والسمانة بس هنا بيقى التركيز الارضبر فوق الستين في المية او السبعين في المية ضمة عشان تقوم من تمرين ده الضمة هي اللي شدة كتير وان الباقي ده كل يعمل بس متوزع عليهم تلاتين اربعين في المية متوزع عليهم انخلصنا كده نبتدي نروح للماشين عشان ما نتويلش يلا بينا وصلنا الاخر تمرين معانا في حلقة النهاردة وهي السكوات ماشين وبنسميها هاكسكوات ماشين او اسم الشركة كده بيكلاعب بطرقتين عشان ما نبتدي نسرع من الحلقة في الشكوات العادي وفي الرفيرس هبدأ بالشكوات العادي وهو اسهل شوية من الرفيرس زي ما انا ركبت الجهاز عندي ايدين هنا اهو عشان الشكل ده الادين التاني للشكل التاني بجلي الاتنين كما اتفقنا 11 سبعة زي ما انا عاوز تفرق زي ما انا برفع الماشين انزل تحت خالص اكثر التسعين زي ما اتفقنا واطلع تاني انزل تحت خالص اكثر التسعين شغال حان الشكل لا بعد لا تتعب لا تتكلم لان انت حطيت رجلا وضغرا الجهاز يعمل كل شيء لكن هم اتكلم عن الى الشكوات العادي خلصنا للشكوات العادي اني اشتهد على الرفيرس و ايضا اكتباسك من هنا هامسك من هنا حتري الله زي ما اتفقنا هبتليت انشل على الجهاز زي ما انا ثابت سنزل لتحت أقصر التسعين سأطلع ثاني أقصر التسعين شغيل عشرة العشرة الريفيرس أصعب شوية من الشكوات العادي لكي يرجع الجلوتش كثيرا ورا يبقى قريب جدا من البار الحر الشكوات المشين أو ظهري مسنود هنا يبقى قريب من السويس بول لكي لا يرميش الجلوتش ورا كثيرا ويرزلها ورا كثيرا ولكن يبقى قريب من السويس بول لكي تشعر أن ظهري مسنوده مرايح جامد يريح القطانية أو الجزء الخلفيات الظهري كثيرا الثاني ممتازين الثاني اي حد يستطيع اتمرانه ومتخافش منه كده يبقى وصلنا نهاية حلقة النهاردة ومعليش لطولتي كانت أهم حلقة من حلقات الرجل وأشهرها وأقواها وهي السكوات كده خلصنا السكوات الحلقة الثانية معي وهي اللانجز استناها عشان مهمة جدا وعمل عقدة لبعض الناس وهنتكلم على كل الأشياء بتاعتها الحلقة الجاة إن شاء الله أكيد لو عدمتها الحلقات النهاردة مش هتستخسر في أن تعمل الحلقة لما مش مشتريت في الترونة تشيرت الأول وتفعل زرار دراز عشان توصيرت بيكى الحلقات وأكيد مش هستخسر في الصحابة ان تعملوهم شير عشان نشوف الحق همه كمان لو عندك أي سؤال أو أي استفسار سيبولي بكم التاسر رد عليها على قد ما الضرب سيبولي بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة